اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات أن تسهيل الوصول من وإلى جزر حوار وتوفير تجربة نقل آمن ومتطور للزوار تعدان من أحد أهم مرتكزات الخطة الاستراتيجية التي تعمل على تحقيقها شركة الجنوب للسياحة وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بتحويل جزر حوار إلى مقصد سياحي مهم وقال معاليه يأتي التوجه نحو تنويع نقاط الانطلاق إلى جزر حوار بعد النتائج القياسية المتحققة على صعيد أعداد الزوار والرحلات اليومية وإشغال القرف بفندق شاطئ حوار خلال هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية وكان معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء والمسؤولين من الجهات الحكومية ذات العلاقة قد تفضل فشمل برعايته حفل افتتاح مرفأ نقطة جزر حوار بالساحل الشرقي وتتشين أحدث سفن شركة الجنوب للسياحة وبهذه المناسبة أعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله عن سعادته بإعادة تفعيل مرفأ نقطة جزر حوار في المنامة وتطوير مرافقه وتحسين خدماته لما لهذا الموقع من بعد تاريخيا يتمثل في كونه أول نقطة انطلاق إلى جزر حوار تم تتشينها أواخر التسعينيات من القرن الماضي وبعد استراتيجي يتمثل في سهولة وصول الزوار إليه من المواطنين والمقيمين والسياح وأشاد معالي في الوقت نفسه بالتعاون القائم بين الشركات التابعة لشركة ممتلكات البحرين القابضة تعزيزا لعمال بعضها البعض كما أثنى معالي على النقلة النوعية والتطور المضطرد في أداء شركة الجنوب للسياحة منذ أن عهدت إليها إدارة وتشغيل فندق شاطئ حوار في العام 2017 وتوسيع نطاق أعمالها في أعقاب الانتهاء من عملية الدمج مع شركة تطوير المنطقة الجنوبية من جانبه عرب القبطان عبدالله المرباطي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الجنوب للسياحة عن شكره وتقديره لمعالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة على الدعم اللامحدود الذي تحظى به الشركة من قبل معاليه وأكد المرباطي أن يعادة تفعيل نقطة مرفع جزر حوار في المنامة وتشين أحدث سفن الشركة التي تسع ثمانية وثلاثين راكبا ستعزز جميعها من نتائج الشركة خلال هذا العام والتي تظهر ارتفاعا بنسبة إشغال الفندق خلال النصف الأول من العام الجاري وارتفاعا في أعداد الرحلات اليومية من وإلى جزر حوار